السلام عليكم إن شاء السجياء نتمنى إن شاء الله أنكم بخير هذا هو الفيديو الثاني في النسائل الذي سيكون مرتبطين بالموديل للمدير الإماريزازين والتخطط النسائل من الإيماريخ سوف نرى إلتفاع إن شاء الله في الفيديو سوف نرى دعوان نرى كل تأمانية مرتبطة بالفلاجاج السابق الثاني سوف تكون مرتبطة بالتعبير سوف تكون عبارة على الفيديو الذي سوف أعطيكم في الفيديو وقمت بالترجمة للعربية لكي أشترك لكم تفهم في الفيديو الأول كنا رأينا ما هي المشاكل التي نستعملها في النماريزات كنا رأينا المشاكل والكامير والكاميرات والكاميرات الفوتونيورية وهي أسأل قد يسمي المشاكل التي تتعلق جداً للمشاكل ومشاكل أصبحت لمدة تظنة التي يشترك في المشاكل سوف تفهم البعض ومستعمل ما هي المشاكل التدينيون أولاً منظمة القانوني ومشاكل الدينوان والانتخابات التي جاءت في المشاكل الإقات التي سوف تخطديها والانتخابات التي تحصل على الإقرار سوف تسمحت ترمいたها هذه الماكتر على بلاكتر ميطاليك ونقسم الاخرى الاخرى نحن نعرف بأنه في الإمبريسيون في الإمبريسيون جنرال الماكتر يتعرف أن الاخرى ستكون كوش السيان، الماجنتا، الجون، والنوار كل بلاكتر تكون مثلنا كوش كيف نحصل عليها؟ ونقسم لدينا شخص الماشين وهو الذي يوضع لنا هذه الاخرى وتعزل كل بلاكتر وتستعملها على مطلع ميطاليك ونقسمها في المطلع يتم تشعر بها الاخرى 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 ومع بلاكتر يكونوا طالعين بحيث أنهم الذين يلسق فيهم الانكر من أن نطبعوه على الورقة في تكنولوجيا لا نستعمل الفلاشور لكن نستعمل ما نسمى الـ هذه البلاك التي قمت بتف焦د المستعمل هناك في تكنولوجيا مثل أن الأممم ستقوم بحيث عندما يتصاول إلى شخص تقوم بحيث iga لكي يتأكدون مع كل شيء قبل أن نقوم بتأكد الإمبريسيون بمقاعدة كما نقوم بأنه بالنسبة لتقسم الإمبريسيون ولكن بعض الأحيان لا يقوم بإمبريسيون لديهم طريقة الإمبريسيون في البيانية التي أستطيع أحدها لا يوجد الإمبريسيون لديهم طريقة الإمبريسيون ولكن لا يوجد إمبريسيون ونزل على بعض الأشياء لن يمكنك أن نقوم بإمبريسية ولكن هناك إما معجزنة لكي نقوم بإمبريسات الرفاق حتى نحاول إمبريسيون فلنحاول إختيار سيجاوية ونقوم بإمبريسSE فقط نرى هذه السؤالي سوف أعطيكم على هذه الفيديوهات التي تتعجب عليكم و سوف نتعجب عليكم وتعجب عليكم أن تتعجب عليكم للمتح Geneقص ياريز المحصد олько منطقا رحومي كم يجزب المحصد منطقا رحومي خبارة المحصد و انظر إلى ما مقام بأجبلي في محصد المحصد فرمي الجدار المحصد المحصد منطقا رحومي بإمكان جميع منطقرة منطقرة المحصد بشدارة منطقرة على رحومي طبع محصد على المشاركة موضوع من الأحب. و هناك فرمجا أدخال موضوع. هناك فرمجا في المرات نزل الموجودة يستطيع التفريق من أحبابك. يوجد أن الأحب بكثير من الأحب يوجد الممجودة للمستخدمات الكثير من الأحب المنزل، الأشهارت، مخلوق المسارع في الملطقة الأناس واحدة ؟ كما إذاً فإنسان خلال أسفر ، فإنسان خلال أسفر أسفد Dans الكثير من ، إن أغنقذ فإنسان خلال أجل منهم فإنسان خلال أسفرر الأسفر أجل نائقش أن تغانقها كي يشب sigue نائقها فإنسان خلال أسفر تدخل و تعرضى مستحق منهم أتمنى لدينا هناك فأسفر فإنسان حجر llamتواكدي جديد فإن السلطر creeدي ، كثير من الغد سياسة سواء ما المخفج اللعل لديت في مريك بعض الأطرENT التاجرون ، إذا قامت عن إليه كذلك لقصة أجنقر مرة أغطاء مثلتك إن تجول أن إلا وخاصة يذهبت ينحف أجنقر بالنسبة لقصة وخاصة سياسة السكرة لك لقصة إليه كذلك . أكثر من الحجل أن أتحدث عنده ، سيئسون غير للحظور أغطاء ، سيئس بإن مخفج الآن يريد الخير وقص في هذا الداخل آلافن. كapa؟ لم يمكن لديد طبيبات ان يكون حالياً لديم مترح في حالياً يمكن لديك الماضي إذا كان علىOsها كتابات كتابات أو أيضاً افضل قامت بأنك تموم بيران هناك ليس بحالياً سيارة كتابات كتابات يتشاهل كتابات الوصول ونفجل ونفجل كما فقط يمكنك الانر على أحد كلمة ميداني كما يمكن أن يكون كلمة أمر له كلمة كلمة بعمل على صوت ربب يمكنك المعدي للإلustrator向ه لتكلمة الى شخص هذه الأمور فإذا سيكون للمعلومة من لكلمة في مدري تلقية ولمعة هناك. وأنتم قد يمكن أن يحصل على الأطفال أرباحة. أراد على المناس بأسجاب الآن في أُعجابي مع أجابي. أردتك في الإسبابية يمكنني العظيفة الأزراجة من إضافة لخطة إيقابيات التواصل الخططية من اما في السيارة. أردتك في السودية أنه يدري أنه يمكنني قد يسمي أساس المنزين أو بيس بذل إسترقى الأمم. إن لم تكن قد أستمر في أساس، سأستر فأسجابي، اخوضي앙 التواصل الخططيق الخطط. هناك جدران. ومن ثم يتحقق بغفر الأولى من الأنظام بالأنتظار فيتحق الرففل نقوم برحفة الأولى 能 نريد تخفي بروحاق تريندون التي تجد على هذه الأنظام هناك يتونيقين المختلفة في البنطان ونفعت برنامات الجديدة ليست ادرى كما يتحقق برناماتًا ممثれて تحديدت جديد هناك في المثال الممثال سيديد جديد وقمم سهرونيك في سيديد فيسال أقيا بلدستر تأبداً امن تستخدم في المثالين أن تحديد أنت بالأسفارة التي سوف تحديد �ked من المفقومة ممثالسية في طرحك سيكون الجديد في المثال الآخرين يجب أن يكون الأن في المثال لدرجة المثال عليها أدحت إخداد هذه المثال في المثال الأسفارة ً في العودة شجعًاً على المثال الأسفارة في العاربة قليلة Et vous avez ici catalogue de couleurs. Vous allez trouver pas mal de nuanciers déjà disponibles. Et les pantones se trouvent ici. Alors j'ai dit le mot pantone, mais vous avez bien sûr d'autres types de sociétés qui proposent des nuanciers, bien sûr. Et on va retrouver ici les solides cootides à ce niveau-là. Attention, lorsque vous voyez CMYK, ce qui signifie en fait c'est un magenta jaune et noire en anglais, ça veut dire que c'est une simulation des couleurs pantones dans le mode c'est un magenta jaune et noire. Ce n'est pas vraiment des tons directs. Donc on va aller chercher ici, solides cootides. Et vous allez trouver donc dans cette boîte de dialogue l'ensemble des couleurs présentes dans ce nuancier. Donc on va admettre que la couleur qui nous intéresse c'est plutôt celle-ci ou plutôt non, celle-ci. Donc là j'ai pas le nuancier sous les yeux physiquement. Donc je vais dire que c'est celle-ci. Ok, et vous voyez que la couleur va s'ajouter ici. On sait qu'on est en présence d'un ton direct car on a un petit point qui s'affiche dans l'angle en bas à droite dans le triangle blanc. Très bien, donc j'ai ajouté cette couleur-là dans mon nuancier. Je peux vérifier avec une forme d'un rectangulaire pour la mettre à côté. Donc c'est pas tout à fait exactement pareil mais on va dire qu'on est en phase de recherche et on va dire que cette couleur-là, voilà, est celle qui se rapproche le plus de celle qu'on avait définie au départ mais physiquement. C'est-à-dire qu'on est quasiment sûr de pouvoir reproduire cette couleur-là en vrai. Bien, alors maintenant, ce que je peux faire c'est convertir mon document en surmagetta jaune et noir puisqu'on va dire qu'on est satisfait de notre choix. Et je vais cette fois-ci aller dans édition couleur et là-dedans je vais aller chercher dans le surmagetta jaune et noir le profil que m'a conseillé mon imprimeur. Ok, alors si vous ne pouvez pas voir la liste complète ici c'est parce que vous avez ici plus d'options qui est bleu donc il faut cocher dessus pour avoir l'ensemble des options et là vous aurez la liste complète. Donc ici moi je vais retrouver le surmagetta jaune et noir de tout à l'heure. Ok, je vais cliquer sur ok et lorsque je vais aller dans le menu fichier mode colorimétrique du document, si je clique sur couleur surmagetta jaune et noir et bien je vais me retrouver maintenant avec le mode surmagetta jaune et noir défini dans les paramètres couleurs. Donc je vais cliquer là-dessus, vous avez tout de suite remarqué la couleur ici, tac, voilà, elle est redevenue pâle puisque je n'ai pas encore assigné mon ton direct. Donc je vais cliquer sur l'objet total, totalement, je vérifie que c'est bien sur le fond que je vais travailler et je vais cliquer sur cette couleur, le ton direct ici que j'ai défini dans mon nuancier. Tac, ok, et vous voyez que la couleur reste terne malgré tout et oui car mon affichage lui est toujours en cyanagetta jaune et noir, il n'est pas capable d'afficher la couleur de mon ton direct. Alors comment faire pour bien voir qu'on a la bonne couleur ? Vous allez devoir aller dans le menu fenêtre et afficher ici l'aperçu des séparations. Si vous cliquez dessus et qu'ensuite vous cliquez ici sur aperçu de la surimpression, ok, vous allez voir, alors cochez tout ici, voilà, vous allez voir toutes les plaques sur magenta jaune et noir ici présentes et une plaque supplémentaire pour notre couleur ici. D'accord ? Si je décoche l'œil, tac, vous voyez que ça disparaît et je n'aurai que les autres couleurs. Ici j'ai juste un texte en noir tout simple. C'était juste pour vous montrer que voilà, si vous voulez avoir les bonnes couleurs en cyanagetta jaune et noir lorsque vous utilisez des tons directs, il vous faudra passer par le panneau aperçu des séparations et cocher ici aperçu de la surimpression. Vous allez le trouver aussi dans le menu affichage ici aperçu de la surimpression, vous n'êtes pas obligé de passer par ce panneau là non plus. Alors je vais vous montrer une autre utilité des tons directs. On peut définir une plaque supplémentaire par exemple, non pas pour une couleur mais par exemple pour un effet, par exemple un effet de vernis sélectif, c'est à dire que, admettons, en plus d'avoir une couleur spécifique, on me propose d'ajouter un effet de vernis uniquement sur ses formes colorées. Ici, je vais pouvoir l'indiquer avec une plaque supplémentaire que je vais nommer par exemple vernis. La notion de vernis sélectif C'est un peu qui c'est un peu plus d'un côté de la pelle, comme celui de ce qui parle. Par exemple, une carte d'avoir des écoles, c'est un peu plus de scienagetta piste, c'est un peu plus d'esprit qui a fait le vernis, et le reste de la pelle n'est pas de vernis. الشمال ، تسمى هذا الفانيه كنت تطبيقه بالحقام و تطبيقه يعني هذا الفانيه كنت تطبيقه تطبيقه على تطبيقه بالحقام فلا لن أخذ هذا الفانيه ساكضي اسمتل هذه الشمال ف Inhale سابه إلى الخلف وبطريق هذا الفانيه كنت مطلعه من لأسيه وهو أتلقيه بالحقام والأعشر في المدينة يجب عليكم أن يدخل هذه الحالة لحظة على مضاعف لذلك أخذ أن أضعه أخرون أخرى يبدأ هناك في سيلاح المضاعف لذلك أجدني أسنع أخرى أحقبل مضاعف لذلك أعلمون سأخذ بالفعل أم لا كنت في البطة لنحظر إلى بالإنتمتع أيضا ولكن يتوقع لديه لديه كما أعصاب أفضل يمكنًا طلب التعلم سيطبر لزرطة وفرس الترخيط خارج ثم وفرس الترخيط في العقار في السيارات في اللقاء سيطبر لزرطة بحرم ونغرق مددتل الى الربحة حسابتي تتبع باني نحن نعفره على كلها وحسابي لن تبدأ هذا اجل الشخص سجل هناك نراحل جسل هناك على المسارية ولو نرى جسل هناك نرى رجل هناك نرى ذه لم يستخدم رجل هناك لنسى أن هناك لن يشغل لها جمع هناك Et ce n'est pas du tout ce que l'on souhaite. Alors là, il va falloir indiquer que le vernis arrive en surimpression, c'est-à-dire que ça ne va pas défoncer les couleurs en dessous. Et pour cela, il faut aller dans les options d'objet. Après avoir sélectionné votre vernis, ici, vous allez aller dans le menu fenêtre, options d'objet, ici. Donc moi, je l'avais déjà ouvert, je vais le rouvrir pour vous montrer. C'est ici. Et je vais dire qu'on va surimprimer le fond. OK. Donc, maintenant, on voit que ça ramène la couleur en dessous après avoir décoché le vernis. Donc, si je remets le vernis, on voit que le vernis arrive par-dessus. OK. Il déborde un peu et il n'a pas défoncé la couleur en dessous. Alors, c'est normal qu'on le voit de cette couleur-là et non pas en violet, car comme on est en surimpression, on a cet effet-là. Mais normalement, c'est du vernis. OK. Après, il faudra bien expliquer à votre imprimeur comment vous avez créé votre document. Mais avant tout, je vous le répète, il faut toujours demander à l'imprimeur comment lui, il fonctionne, car il y a certains imprimeurs qui vous demanderont tout simplement de créer un autre document avec juste l'emplacement du vernis sélectif indiqué en noir et sans le reste. C'est-à-dire qu'il faudra tout simplement, et ce sera encore plus simple comme cela, avoir juste la présence du vernis dans un autre document. Donc, ça, c'est à voir avec votre imprimeur. Donc, voilà en gros les deux utilisations intéressantes des tons directs dans Illustrator. J'espère que vous avez compris le cours de la première fois. J'espère que vous avez compris les questions. J'espère que vous allez retrouver avec moi. J'espère que vous allez retrouver dans un autre vidéo. Merci. موسيقى